ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 12 شهيداً بينهم سيدا وطفلة تبلغ خمسة أعوام أصيب أيضاً 85 آخرون على الأقل في آخر حصيلة للعدوان الإسرائيلي والمتواصل على قطاع غزة وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي في حين ترد المقاومة الفلسطينية عبر رشقات صاروخية على مستوطنات المحتلين ارتفاع تدريجي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي شهد تطوراً لافتاً باستهداف منازل الفلسطينيين وتدميرها بشكل كلية بصواريخ طائرات الحربية كما حدث مع عائلة شملاخ بحي الشيخ أجلين جنوبي غرب مدينة غزة أو استهداف منازل بشكل جزئي لتعود مشاهد الدمار والتشرد والمزيد من الشهداء والإصابات في صفوف الفلسطينيين إحنا بيتنا إحنا تمانين نفر مشاردين يخشوا لبيوت مش ملاقين مكان يناموا فيه الأطفال قولوا الليلة بنامشينها الخوف في قلبهم خايفين يجع فجأة يقصفوهم ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هي جريمة متكاملة الأركان يخالب بها كل المواثيق والعراف الدولية من خلال استهداف الأطفال والشوكة السكانية والنساء وبالتالي لا خيارات أمامنا سوى الدفاع عن شعبنا الفلسطيني وبين الفعل ورد الفعل أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن العملية العسكرية على قطاع غزة ستستمر أسبوعا وقد تطول أكثر إن لازم الأمر وهددت بتوسيع نطاق عملياتها فصائل المقامة الفلسطينية بدورها ردت على الغارات المتواصلة بقصف تل أبيب ومطار بنجريون وبئر السبعة والمستوطنات المحاذية للقطاع بأكثر من ستين صاروخان المشهد مفتوح على كل الاحتمالات طالما هناك قصف وطالما هناك عدوان المقاومة الفلسطينية ستتصدى المقاومة الفلسطينية ستوجه ضرباتها لكيان هذا الاحتلال لمعاقل هذا الاحتلال لتجمعات مستوطنين هذا الاحتلال ولن نسمح لهذا الاحتلال بفرض معادلة جديدة وزارة الصحة الفلسطينية التي تعيش حال الطوارئ على مدار الساعة أعلنت عن ارتفاع أعداد الشهداء إلى 12 شهيدا وأكثر من 84 إصابة منذ بداية العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة يبدو واضحا أن دائرة العضوان الإسرائيلي تتوسع هنا في قطاع غزة لحظة بعد أخرى ما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقف الدم النازف سعاد الإمام تلفزيون دولة الكويت من مستشفى الشفاء غزة فلسطين وتبقى معنا مرسلتنا في غزة سعاد الإمام لتطلعنا على آخر التطورات تطورات العدوان الإسرائيلي سعاد الجرائم الإسرائيلية في القطاع تتواصل اليوم الثاني على التوالي وقوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصد أرواح الأبرياء دون تفريق بين صغير وكبير في منازلهم وفي سياراتهم وأينما وجدوا كيف هي الصورة الآن وما هي تطورات الوضع في الميدان سعاد الميدان مشتعل الغارات الإسرائيلية متواصلة وتستهدف المنازل بشكل جزئي وكل وأيضا تستهدف أشغق السكنية والعمارات والسيارات الوضع جدا مشحون كنا في جولة ميدانية صباح هذا اليوم على المواقع التي تم استهدفها سمعنا ورأينا بأعيننا ما خلفته هذه الصواريخ على منازل المواطنين روايات الأمهات كانت قاسية جدا منهم من فقد أبنائهم ومنهم من فقد منازلهم ومنهم من تشرد الآن الوضع جدا صعب والجميع ينتظر الساعات المقبلة خاصة وأن التهديدات الإسرائيلية متصاعدة ما يجري الآن هو عدوان جوي هناك خوف من أن يتوسع هذا العدوان بعد التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بأنه سيستمر لأكثر من أسبوع ربما هناك خوف من أن تتوسع الدائرة ويصبح أن هناك عدوان بري ولكن التطور الأبرز أن محطة توليد الكهرباء الفلسطينية أعلنت عن توقف خدماتها لسكان قطاع غزة وأعلنت أن المنازل الفلسطينية ستستقبل فقط الكهرباء لمدة أربع ساعات فقط خلال الأربع وعشرين ساعة في اليوم وذلك بسبب منع قوات الاحتلال من دخول السولار لتزويد المحطة الوحيدة والرئيسية لقطاع غزة في هذه الأثناء أيضا وزارة الصحة الفلسطينية أنذرت من هذه الأخبار وأعلنت بأنها تعلن حالة الاستنفار وتوجه مناشدات للمجتمع الدولي بضرورة العمل على إدخال السولار من أجل ضمان عمل المستشفيات التي هي بالأصل تعمل على المولدات الكهربائية الوضع الميداني متوتر الطائرات الإسرائيلية لا تغادر سماء القطاع حصف في المناطق من شمالي القطاع حتى جنوبه استهدفات على حدود القطاع والأرض الأسرعية ووضع الشارع الفلسطيني كأن هناك حالة من منع التجول لا يوجد أي حركة في شوارع قطاع غزة شلت الحركة بشكل تام أيضا المقاومة الفلسطينية أعلنت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المجازر والجرائم المتواصلة وأنها تبقى على نهجها بإطلاق المزيد من الصواريخ صوب البلدات والمدن الإسرائيلية وربما هناك أحاديث هنا وهناك عن الهدنة ولكن حتى هذه اللحظة لا نجاح لأي جهود أممية أو حتى أخرى فيما يخص موضوع التهدئة نعم نتمنى أن تكون هناك تهدئة وأن يتوقف القصف وأن يتوقف هذا العدوان الإسرائيلي على الأبرياء الفلسطينيين نحن معكم في تلفزيون دولة الكويت إن شاء الله نتابع ونتمنى أن تسير الأمور على خير ما يرام هناك شكرا سعاد الإمام مراسلتنا في قطاع غزة شكرا